إلى موضوع آخر خاص بالمجال البيئي حيث كيفية استفادة الباحثين من المشاريع الأورو متوسطية المسطرة في أفاق 2020 وكذا صناديق التمويل العالمية شكل صلب الموضوع في اليوم الدراسي الذي جمع كل الفاعلين الذين لهم علاقة بالبيئة والتغيرات المناخية والمياه تفاصيل أوفا مع مريم عطوش أيتالي لا تزال إشكالية التغيرات المناخية المياه والبيئة محل دراسة وبحث من قبل باحثين وخبراء متخصصين في المجال وهذا ما ترجمه اليوم الدراسي المنعقد مؤخرا من قبل الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا والتابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ما ترجمه اليوم الدراسي المناخية والخشيط في نظام الناس أصدقائي أنه كانت أشياء لقد كانت الكرام من أجل الأجرياء من أجل الأشخاص ومثل من الأندوسترين في الآخر نحن جميعاً بذلك ونحن جميعاً ونحن نتعامل أن نتعامل هذه الناس لكي يمكن أن يعمل الهدف من هذا اليوم الدراسية هو جمع كل الفاعلين بين باحثين خبراء وحتى صناعيين وكل ما له علاقة بالبيئة التغيرات المناخية والمياه هناك أيضاً المناخ يجب أن الآن ويجب أن الآلجيري يكون مع أجل الأجرياء موجوداً مع أجل الأجرياء لتحديث لذلك كل المناخ المناخ يمكننا أن يرغب ويجب أن نتعامل ويجب أن نتعامل ويجب أن نتعامل للمشاريع البحثية والممويلين لهذه المشاريع البحثية وكيفية تقديم هذه المشاريع لكي تتحصل على التمويلات اللازمة في الإطار المشاركة الدولية لهذه المشاريع تحديد المشاريع البحثية تحديد المشاريع البحثية وكيفية تمويلها وحتى الاستفادة من المشاريع الأورو المتوسطية المسطرة في أفاق 2020 وحتى الانضمام ضمن صنديق التمويل للبيئة المتوجدة عبر العالم هي من بين أهم النقاط التي خرج بها هذا اليوم الدراسي وحتى مساهمة الجزائر ولو بقصد في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة